اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله اذ ادفعوا قالوا لو نعلموا قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ اقرب منهم للإيمان يقولون بأفراههم ما ليس في قلوبهم والله اعلم بما يبتمون الذين قالوا لاخوانهم وقالوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فدرأوا عن انفسكم الموت فان كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يهزنون يستبشرون بنعمة من الله بفضل وان الله لا يضيع اجر المؤمنين الذين استجابوا لله بالرسول من بعد ما اصابهم القرح للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم البكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم انما ذلكم الشيطان يخضف اولياءه فلا تخافوهم لخافون ان كنتم مؤمنين بلا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضر الله شيئا يريد الله ان لا يجعل لهم حظا في الاخرة بلهم عذاب عظيم ان الذين اشتربوا الكفر بالايمان لن يضر الله شيئا ولهم عذاب اليم ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فامنوا بالله ورسله وان تؤمنوا وتتقوا فلكم اجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطبقون ما بقلوبه يوم القيامة ولله ميراس السماوات بالارض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء سنتب ما قالوا وقتلهم الانبياء بغير حق ونقول ذوقوا اذاب الحريق ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا ان الله اهد الينا ان لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم ان كنتم صادقين فان كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات بالزبن والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وانما توفون وجوركم يوم القيامة فمن زحزها من النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور لتغلبن في اموالكم وانفسكم ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور وإذ اخذ الله ميساق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السمابات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السمابات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السمابات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتبفنا مع الأبرار ربنا بآتنا ما باتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستداب لهم ربهم أني لا أضي وعمل عامل منكم من ذكر أو أنسى بعضكم من بعض فالذين هادروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا واقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار سبابا من عند الله والله عنده حسن السباب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأضاهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار ترجمة نانسي قنقر